المصرح المصري واحد من أهم أشكال قوتنا النعمة الحقيقة الموسم الحالي لمصرح الدولة فيه صحوة نقدر نقول أنه فيه أكثر من ثمن عروض مسرحية ومنها مسرحية بيتروز اللي انطلقت على مسرح الطريعي من الصفر صحيح بيتروز هو عرض مهم بيحكي قصة أربع فتيات وبينهم عدد كبير من المواقف اللي بتواجههم إزاي قدروا يتعاملوا مع هذه المواقف وإزاي قدروا يحلوها خلينا نتكلم عن هذا العرض المصرحي بيتروز خلينا نتكلم أيضا عن مسرح الطريع وعن مسرح الدولة وعن ما يقدمه للجمهور وكيف يستفيد المصريون من مسرح الدولة أكثر استفادة ممكنة بصحبتنا مؤلف ومخرج العرض الأستاذ محمود حديني أهلا بحركة فاندن ومعنا أيضا نديا حسين إحدى بطلات هذا العرض أهل المسأل أهل المسأل نديا حسين نديا حسين أهل المسأل صباح الفل عليك أهل المسأل خلينا نبتدي معك كده أستاذ محمود يعني بداية الفكرة كلها تعاملت إزاي القصة إزاي تم تقدمها على المسرح ويعني الملخص اللي عايز تحكيه لنا عن كواليس خروج هذا العمل المسرح للنور المسرحات تتكلم عن أربع بنات أه قاعدين في قفية وبيتكلمهم يعني يكلمهم بقى في كل حاجة تخصهم طبعا بيتماثهم مع بنات كثير موجودة في الحياة برة ويمكن هيدي المسرحية المسرحية محمولة علشان البنات تتكلم الل어� Cruyff تفاصيل أكتر يعني أي هي المشاكل مشاكل أي بنت في التلاتينات لو متجوزة مشاكلها في الحياة الزوجية لو مش متجوزة مشاكلها مع المجتمع و نظرة المجتمع لها بشكل المرأة عمواً بشكل عام زي التحرش زي كل المشاكل اللي بتواجه المرأة كل ده بيتقدم بشكل فيه دردشة بيتكلموا بيتكلموا بيتحكوا بيعياتوا بيحزنوا هم قادين على تربيزة في كافية يعني وهو ده الجديد حتى في الصورة المسرحية اللي بتتقدم يعني الفكرة بتاعت المينسات يبقى موجود أو أنا ما شفتش المسرحية لكن استخلاصة من كلامك انت بتتكلم انك مثبت أه 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 أربع منات قاعدين في كافية بيتكلموا بس ويمكن دي صعوبة المسرحية والصعوبة على الممثلات الممثلين اللي بيمثلون الممثلات طبعاً ازاي يبقى انت بتفرج على المسرحية طول الوقت ثابتة ما فيهاش حركة ما فيهاش مزانسية الممثلين قاعدين بس في نفس الوقت الاقاع بتاعه وقتاً الاقاع مشدود التدفق بينهم وبين المتلقي عالي والجمهور منتبه الحمد لله المسرحية محققة نجاح نعرضنا أربع تيام كامل العدد للأربع تيام ما شاء الله فداماته ان احنا برضو ان هم كممثلاتنا نكحين ان هم يوصلوا الحالة دي للجمهور وهي مسرحية يعني برضو عشان ما هي متتحكيش قوي هي المسرحية عبارة عن أربع ممثلات يتكلموا فعلاً يعني حتى الدراما بتاعتها مش الدراما التقليدية المتعرف عليها بداية وسط نهاية ايه المعالجة اللي يعني ايه شكل معالجة اللي اختلف عن المسرحات اللي قدمتها قبل كده تقدر تقول ان هنا في شكل مختلف ازاي؟ اعتقد التلقائية في المصرحية وان احنا نمثل بطوعية اكتر نكون براحتنا اكتر فكرة ان احنا نبقى سابتين فعلا وكمان ان استاذ حديني خلانا الاول يعني المصرحية قيمة عند اربع بنات هم صحاب فلازم فيه بنا كيميا احنا الاربع البنات فهو قدر يعمل ده جدا وبقينا بنتعامل مع بعض من قبل البروفات كان بيسبنا في البروفات فعلا يعني كان ممكن يخلينا في البروفا ويطلع هو برا واحنا كنا نتكلم حتى برا المصرحية وكان عايز تطلع كل حاجة جوانا واعتقد المصرحية بتمسنا حتى احنا شخصيا بتمسنا في كل حاجة يعني كل بنت بتتفرج على المصرحية بتلمسها فيها حاجة ده لو مش حكتين مثلا او ترقيتها اربع بتقدمين شخصية ايه قد ايه شبهك وقد ايه مش شبهك قد ايه مختلفة مع الشخصيات اللي موجودة وقد ايه موافقة على الشخصيات انا بعمل شخصية منار هي البنت الاقل لتجارب فيهم الصبورة اللي هي عايزة تتجاوز عن حب بس هي تحطت بعد تجربة وخزلان لها ان هي قررت او لسه بتفكر انها تتجاوز صلوات فتيجي تعرض عليهم ده مع صحابها فطبعا بيحصل حوار بينهم فيه موافق وفيه معطارد وبنشوف بقى في النهاية ما نرى بتقول ايه لما تكلمين على شخصات الثلاثة التانية فيه شخصية سارة دي البنت اللي هي المتفتحة شوية اللي هي برضو مرت بتجارب كتير التجارب كاسية يعني المفروض ان سارة اتجاوزت واتطلعت تلات مرات والمجتمع طبعا بيشوف ان ده غلط وبيبصلها بنظرة مختلفة فيه شخصية سماح اللي هي الزوجة الصبورة اللي هي بتستحمل جزها في كل حاجة وبيحصل ما بينهم مشاكل وخلافات ممكن يميد يدوا عليها وبيتبدلوا ده فده ده موزاك تاني فيه نوران البنت اللي هي محبتش قبل كده او مدخلتش في تجارب قبل كده فالحلمة اللي هي طول الوقت نفسها تشوف نفسها زي مونار بس ما تعرفش الحقيقة اللي مونار مارت بيها القعدة كمان هم أربع منات بتقابلوا على طول بس القعدة دي بتقابلوا مختلفة لان هم بيكتشفوا عن بعض حاجات أول مرة يقولوها وهم نفسهم ما يعرفوهوش يعني هم بيعترفوا نفسهم برضو بحاجات ما قالوهاش قبل كده فهم عارفين بعض وهم شايفين بعض ولا زي ما انت بتقولي هي حد نفسه يبقى حد وهو مش عارف اللي جواه هم مش قريبين قوي ولا كل شخصية بقى لها لفلز يعني أو لها مستويات لا هم قريبين جدا وهم صحاب قوي وبينهم ذكريات ومن أيام المدرسة وفي من أيام الجامعة بس الفكرة أن أوقات بنبقى كلنا كده جواهنا سر مش بنعترف فيه حتى نفسنا بس في القعدة دي هم من كلامهم بيقرروا أن هم يعترفوا البعض أو يكتشفوا حاجات عن بعض فهي كانت العادة دي في اليوم ده العادة دي مميزة بالنسبة لهم فبيقرروا أن هم يحكوا لجواه هم بيعرفوا بعض أكتر وبيوجبوا بقى منعرف الآخر منعرف تاخد الكرار في الآخر إن هي مش هتاخد العريس هتحرقنا المسرحية؟ لا لا حديث؟ هو المسرحية في رؤيتها يعني ما احنا بنشوف التريلرز وبنعرف خصص الأفلام بس طيب يعني بنسبة قد إيه الممثلين التزموا بالنص المكتوب وبنسبة قد إيه أضافوا وإضافاتهم كتحي الوافين ومتتشها الوافين لا طبعا هم متزمين بشكل كامل بالنص المكتوب متزمين بيقولوا نفس الكلام بس هم أضافوا الروح أضافوا روحهم هم أضافوا إفاتهم هم علشان هو المطلوب من هم يبقوا أربع أربع صحاب جدا صحاب من عشر سنين من خمستاشر سنة وجايين يتقبل النهاردة عشان يكلموا مع بعض بس زي ما قالت بيكتشفوا عن بعض حاجات ما كانوش يعرفوها لأن الأدى دي فعلا مميزة بيقدروا يخرجوا يخرجوا حاجات ما كانوش قالوها البعض بكده يمكن حتى ما كانوش قالوها لنفسهم حتى ما سبتش يعني مساحا يبقى فيه نوع من أنواع لا طبعا فيه لما كنت بسيبهم لأحدهم بسيبهم علشان هم بعد كده يدخلوا يدخلوا تفاصيلهم يدخلوا حاجاتهم أنا كتبت بخبرتنا عن المرأة أو عن البنت أو عن الست في السن ده أو في المرحلة العمرية دي لكن كمان كنت محتاج لمستهم هم الشخصية وده هيزود معاني أو زود معاني كتير في المسرحية وحاجات كتير وأعزيز كتير أنا عايزة أقول إحنا كنا بنيجي يعني بجينا نرى السكريبت النص بتاع المسرحية إحنا كل إنا كنا مصدومين إن الكلام حقيقي جدا وإننا كنش عارفين إزاي وحديني أصلا عارف الحاجات دي عنينا كبنات إحنا كنا بنقول الكلام اللي هو بيقوله كنا نحس إن جسمنا بيقاش على كده الحاجات دي أنت عرفتها إزاي الحاجات دي أنت عرفتها إزاي لا بالعكس إحساسي أنا إحساسي إن المشاكل مش بعيدة المشاكل البنت عن مشاكل الرجل مش بعيدة يمكن في حاجات اللي علاقة بالظلم المجتمعي أو الحاجات دي كلها آه هي دي اللي بعيدة هي دي اللي نحتاج نعرفها أو محتاج أسرش عنها أو أبحث عنها لكن في النهاية مشاكل زي مشاكل الوحدة دي مشاكل إنسانية مشاكل الوحدة مشاكل الفراغ مشاكل الخوف من الزمن الخوف من المستقبل دي كلها مشاكل بيعيشها الرجل كمان يعني المسرحية مش بس للبنيات المصرحية ممكن راجل يشوفها يشعر ويتقلم ويحس ويضحك ويبتاج ويحصل عنده كل المشاعر اللي عند البنات دول في معادة الحاجات الخاصة بقى اللي هي خاصة بنظرة المجتمع للبنت اللي ما بتتجاوزها أو بيتأخر سن الجواز عليها لي علاقة بنظرة التحرش الحاجات دي دي الحاجات اللي تخصهم هم ودي الحاجات اللي رحنا لها وهما رحوا لها وهما فكروا فيها وهما ارتجلوا فيها بس يمكن طريقة التناول هتختلف لو بتتكلم عن ولاد زي ما بنقول لانه قاعدة المكاشفة مش عارفة الولاد بتعطى تكاشف كده بنفس الطريقة اللي البنات بتعطى تتكلم بيها ولا الولاد لا لا مش بنفس مش بنفس الشك يعني البنات تتقابلوا في كافية لكن مثلا لو حبيت عن مصرحية زي ادي للولاد بلعبوا بليستيشان مثلا أو وهكذا طبعا الاختلاف هيبقى فيه اختلاف بيت روز هي التناول بتاعها تناول في رأينا الشخصي بسيط ورقيق وناعم زي زي البنات زي الاسم روز اه بزبط فيه النعومة بتاعة البنات دي كأنهم بتحركوا بالراحة أو بشاعرية على اي حال يعني مصرح الطليعة والمصرح القومي وعدد كبير من مسارح الدولة تفتح ابوابها للجمهور وتستقبلهم بها عدد كبير من النصوص الجيدة المقروعة جيدا اللي بتمثل الاسرة المصرية اللي لها ارتباط وثيق ما بين الاسرة المصرية بكل مكوناتها وما بين معالجة هذا العمل بشكل مسرحي أو درامل نشكرا ساذ محمود حديني مخرج المعالج في العرب المصرحي بيت روز شكرا جزيلا لحضرتك شكرا ايضا نادية حسن احدى بطلات العرب شكرا جزيلا لكيانتي نورتون اهلا بسلام شكرا جزيلا